مبروك الفوز يا جمهور العالمي النتيجة متوقعة صراحة يعني واضح جدا من التشكيلة انه النتيجة ما حتزيد عن 2-0 دخلنا المباراة باللعيب المحليين مع اللعيب الشباب شارين نمر وعبدالعزيز العلاوة كريستيان وبروزفيتش ووماني وأليك ستلس كلهم جالسين على الدكة أما أوتافي وأستبع من المباراة بشكل كامل كان جالس في الملصة مدر المدرجات أظن ولا تخافوا تم استبعاده لإراحته بس الحمد لله هو ما في شيء الأجانب اللي كانوا موجودين في الملعب هم أسبين ولا بورت فقط إيش وتوقعين يعني أكيد حنفوز 1-0 كان ودي صراحة لو المدرب كاسترو بدأ المباراة باللعيب الأساسيين بعدين اسحبهم أو يستبدلهم في شاطة ثاني ماء ما كانت النتيجة الشاطة الأول ما عجبني مرة استحواذ وسيطرة وضغط بلا فائدة ما قدرنا نسوي ولا فرصة تذكر على المرمى ولا فرصة وحدة خطيرة هذا يبين لك فرق الإمكانيات بين اللاعب المحلي واللاعب الأجنبي في الشاطة الثانية تحسن الوضع بعد نزول الأجانب بالتحديد بعد نزول الأسطورة كريستيان رونالدون وسعد يوماني كل شيء صار أخطر الهجمات والمرتدات والعرضيات حتى الفرص سعد يوماني أول ما نزل غير شكل الفريق سوى إزعاج الدفاع ضمد ياريت لو المهاجمين استغلوا تمريراته زي فرصة مشار النمر ديك وانا الفرصة ديك قهرتني روزافيتش اللي افتحق الإنصاف في المباراة هذه أغلب فرص النصر الخطيرة على مرمى ضمك هو اللي مررها حتى الهدف جاء بصناعته هو كريستيان رونالدو بالنسبة لي هو اللي فرق في الشاطة الثاني نوعا ما حتى إنه أخطر الفرص في المباراة هو اللي كان السبب فيها كرة عبد الرحمن غريب اللي في العارضة بعدين الكرة اللي شالها مدافع ضمك من خط المرمى المدافع لابورت ظهر أمس بشكل جميل ومستوى جيد نبغى نشوف نفس المستوى هذا وأحسن من هذا كمان في مباراة الإلال خلونا نتفق على شي لابورت هو أفضل مدافع في الدوري من ناحية التمريرات الطويلة والتمريرات البينية أمس لابورت قلم بروزافيتش يا جماعة المباراة هذه كان مهم إننا نجرب نلعيب الشباب فيها عشان خلاص نعرف نصرف مين عشان نعرف مين حيبقى ومين حيمشي ومين حيروب إعارة لازم نتخلص من 21 لاعب أظن عشان قرار الاتحاد السعودي بتقليص قائمة أندية الدوري كمان أصلا خلاص المركز الأول حسم للهلال بالنسبة كبيرة وكمان أحنا حسمنا المركز الثاني يعني المباراة هذه ما حتفرق معنا سواء فسرنا أو فوزنا من ناحية جدل الدوري يعني لكن هي أكيد مهمة نفسيا للهابين لأن المباراة جاية ضد الهلال ولا في نصف نهاية كأس السوبر كمان مباراة جدا مهمة المدرب كاسترو صرح المباراة الإلال وقال سأبدأ بالتجهيز من غدا لمواجهة الإلال وسنحاول الفوز سنلعب أمام الإلال بعقلية الفوز التي لدينا تكفي يا كاسترو أرجوك خلاص لعبي قدام الإلال ثلاثة مرات مو ما أقول لسه ما تعرف نقاط قوتهم ونقاط طعفهم خلاص جاء الوقت اللي نفوز فيه على الإلال بس يا جماعة ما لاحظته شيء غريب من يوم ما أصيب عبدالله الخيبري وصار سام النجا يلعب مكانه ما تحسوا أن النصر صار أفضل من جميع النواحي وسبينا صار أفضل الدفاع صار أفضل الوساط والعجوب كله صار أفضل حتى الفريق صار يهاجم كتلة واحدة ويدافع كتلة واحدة من يوم ما بروزوفيتش وعوتافيو رجعوا محاور دفاعيين ورق وسام النجا يلعب بحرية كاملة قدام في العجوب ما رأيكم في الموضوع هذا أنا عن نفسي مدري ليش هل عبدالله الخيبري مخرب على المجموعة وإن الفريق صار أفضل عشان بروزوفيتش رجع لمركز الأصلي لمحور الستة يعني بالله يا جماعة أكتبوا رأيكم في التعليقات أحتاج أسمع آراءكم وبروكي أغلى جمهور وإن شاء الله القادم أجمل الله يوفقنا في مباراة الهلال وختاما لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيئات أظهر لكم الآن على عسارة شاشة مقطع شايكو عليه وأشوفكم المقطع الجاي